السلام عليكم طلاب الصف السادس مادة التربية الوطنية سنقوم بحل أسئلة درس الحوار صفحة 33 سؤال الأول عرف ما يلي الحوار وحسن الاستماع ما هو الحوار؟ قلنا أن الحوار هو أسلوب التخاطب بين شخصين أو أكثر يتم فيه تداول الكلام بينهم بطريقة متكافئة فلا يستأثر به بالحديث أحدهم دون الآخر حسن الاستماع هو الإنصاط الجيد للكلام والاستماع لما يقوله الآخرون السؤال الثاني اذكر خصائص الحوار خصائص الحوار عرض الفكرة بطريقة واضحة ومفهومة التركيز في الموضوع الأساسي للحوار وعدم شروط الذهن استخدام الصيغة المقبولة والمناسبة للحوار وتقبل آراء الآخرين وعدم التمسك بالرأي إن كان خاطئا السؤال الثالث التعصب للرأي وعدم قبول الرأي الآخر يؤديان إلى عدم الوصول إلى نتائج إيجابية فسر ذلك التعصب للرأي وعدم قبول الرأي الآخر يؤديان إلى عدم تحقيق أهداف الحوار وحكينا من أهداف الحوار تبادل المعلومات والأفكار بين الأطراف الوصول إلى نتائج ترد الأطراف فلا يصبح للحوار أي قيمة إذن التعصب يؤدي إلى عدم تحقيق أهداف الحوار منها تبادل المعلومات والأفكار بين الأطراف عدم الوصول إلى نتائج ترد الأطراف وبالتالي لا يصبح للحوار أي قيمة نصنف العبارات الآتية بما يناسبها من صفات المحاور الناجح ألف يقوم يزن خلال جلسة الحوار بحركة مستمرة وينتقل من مكان إلى آخر شو صفة الحوار أو المحاور الناجح التي يجب أن يتصف بها يزن؟ يجب أن يتصف بالهدوء با يصغي المحاور للحديث في جلسة الحوار ما هي صفة المحاور الناجح؟ نستنتجها من هذه العبارة حسن الاستماع جيم ليس لدى المحاور أي إلمام بموضوع المحاورة شو صفة العبارة التي يجب أن يتصف بها المحاور من خلال هذه العبارة؟ الثقافة إذن يجب على المحاور أن يكون ملم بالموضوع الذي يتم طرحه خلال التحاور مع الآخرين جيم أو دال يلتزم المحاور بموضوع المحاورة مع الأمثل على الموضوع ما صفة المحاور هنا؟ المرونة في الحوار ها لا يتقيد المحاور بوقت انتهاء اللقاء ويحاول الانسحاب نستنتج هون من هذه العبارة أنه يجب على المتحاور أو المحاور أن يكون يتصف بالصبر كيف يؤدي الحوار الناجح إلى الوصول إلى نتائج ترضي الأطراف؟ يجب لكي يؤدي الحوار الناجح وصول لنتائج ترضي الأطراف أولا إدارة الخلاف وحله قبول الآخرين وترك الجدل وتبادل المعلومات والأفكار بين الأطراف ترجمة نانسي قنقر